تقول سيدة فاضلة والله الذي لا إله غيره جاءت علي أنا وزوجي أيام ضاقت علينا الأرض بما رحبت وقد جاء الضيق بعد أن رزقنا الله بمولود جديد حيث قل الرزق لدرجة أننا عجزنا عن إحضار الحليب للمولود بعدما أصبتني ضيقة نفسية عجزت معها عن الإرضاع كنا لا نجد جنيها نصرف منه وكثرت علينا الديون وأصبحت أحمل هم المولود وأقول أنا أموت من الجوع ولكن طفلي ما ذنبه وسبحان الله هذه الأزمة كانت سببا في أن أعيد حساباتي وأرجع إلى الله بعد أن بعدت عنه كثيرا فقلت لا بد أن أتصدق ولكن من أين ونحن لا نملك قوت يومنا وفي يوم من الأيام استمعت لبرنامج إذاعي وقد ألهمني الله بفكرة كانت هي الفتح والخير عندما ذكر الشيخ في الإذاعة أن إطعام الطعام أفضل أعمال الإسلام فقلت أنني ليس عندي ما أطعم صغيري إلا أنني أخذت صحنا ووضعته خارجا وكل صباح بعد صلاة الفجر أضع فيه بعضا من حبات الأرز كي تأكله الطيور كما عاد زوجي من المسجد في أحد الأيام وقال لي بعدما دخلت المسجد وصليت فإذا بالإمام يقول درسا عن أهمية تلاوة القرآن الكريم وفضل الاستغفار والأذكار وأخبرنا بأنهم يوسعون الرزق حيث ذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فقلت لزوجي لقد رزقنا الله بمعرفة فضل القرآن والاستغفار بسبب إطعامنا للطير فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ثم وضعت لنفسي ولزوجي جدولا يبدأ بقراءة القرآن ثم الأحاديث الشريفة ثم الأذكار كان هذا قبل رمضان بأيام وبعد أسابيع جاء الفرج وتحقق ما كنا نحلم به لقد رزقنا الله بمبلغ كبير لم نكن نحلم به جاء إلينا من سداد دين كان لوالد زوجي المتوفي على أحد أصدقائه بل وطلب من زوجي أن يشاركه في تجارته ردا لجميل والده عليه ومن بعدها تدفق علينا الخير وسددنا كل الديون وانشرحت صدورنا وحمدنا الله كثيرا وأقول لمن تأخر عنه الرزق وتمنى شيئا ولم يحصل عليه عليك بالقرآن وكثرة الاستغفار ولا تيأس فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا في أحد الأيام وقبل صلاة المغرب جاءت سيارة مسرعة سرعة جنونية وصدمت شابا كان يمشي في الطريق أمام باب وكالة سيارات وتوفي في الحال وتمكن السائق من الهرب ولكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه في نفس اليوم وعند البحث في الأوراق التي كانت بحوزة الشاب المتوفي تبين أنه كان قادما للبحث عن عمل في وكالة السيارات التي توفي أمامها ونقل هذا المتوفى إلى إحدى المستشفيات وحفظ في ثلاجة ومضى أسبوعان ولم يسأل عنه أحد فاتصل ضابط تقي بهاتف منزل المتوفي الذي وجده خلال الأوراق التي كانت بحوزته فردت عليه سيدة شابة فسألها أين فلان؟ قالت أنا زوجته وهو غير موجود لقد خرج منذ أسبوعين للبحث عن عمل ولا نعلم عنه شيئا وأنا وأطفال الاثنين ننتظر عودته بدأ الضابط يفكر في أمرها وكيف يبلغها بأمر زوجها وبعد يومين اتصل بها وأبلغها بالأمر فحزنت حزنا شديدا وبكت ثم طلب منها أن ترسل أي أحد من الأقارب حتى يتابع القضية فأبلغته بأنه لا يوجد لهم أقارب فتابع الضابط موضوع هذه الأرملة بنفسه حتى دفن الشاب وحكمت المحكمة على السائق بدفع الدية للأرملة فأخذ هذا السائق يماطل بالدفع ويقول إنني لا أملك شيئا ولا أستطيع الدفع لها واستطاع أن يحضر سك إعسار من إحدى المحاكم بشهادة اثنين وطويت القضية على أنه معصر وسيتم سداده لهذه الأرملة عندما تتحسن حالته المادية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فأخذت الأرملة تدعو الله أن ينتقم منه إذا كان كاذبا وظل الضابط يجمع للأرملة وابنيها بعض النقود ويعطيها إياها ويدلها على بعض الجمعيات الخيرية ومرت الأيام وبعد نصف عام بالضبط من الحادث الأول كان هذا الضابط التقي منوبا في المساء وإذا بمكالمة هاتفية تأتي إلى الشرطة فيرد هو عليها وإذا بخبر حادث سيارة أمام نفس وكالة السيارات فذهب إلى موقع الحادث للتحقيق فيه فوجد أن سيارة قبل المغرب صدمت رجلا ومات في الحال وبعد البحث عن الأوراق التي بحوزته كانت المفاجأة المذهلة التي تيقن الضابط من خلالها أنه لا شيء يضيع عند رب الأرباب قد تبين له بأن الرجل المتوفى هو نفس الشخص الذي عمل الحادث مع الشاب مات في نفس المكان ونفس الموعد بعد نصف عام من الحادث الأول ومما زاد من المفاجأة أن المتوفي في الحادث جاء يمشي للدخول إلى وكالة السيارات ومعه شيك ليدفعه للوكالة لشراء سيارة جديدة له بينما الشاب الأول كان في الطريق للبحث عن عمل ذهب الضابط إلى القاضي الذي سيتولى الحكم بموضوع هذا الرجل وأخبره بما كان من الرجل المتوفي الثاني وعدم دفعه الدية لأرملة المتوفي الأول وعندما طلب القاضي الدية من صاحب السيارة الذي صدم الرجل الثاني قام بدفعها سريعا وحكم القاضي بأن تكون هذه الدية من نصيب أرملة الشاب الذي ظلمها هذا الميت فحمد الضابط ربه وكذلك فعلت الأرملة الشابة التي علمت تماما أن دعوة المظلوم مستجابة وأن الله يمهل ولا يهمل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام تزوجت فتاة زواجا تقليديا أي كما يقولون بدون قصة حب بينها وبين زوجها قبل عقد القران وأنجبت طفلا جميلا وكان زوجها دائما لانشغال في العمل ليكسب رزقه ورزق أسرته وقد فكرت الزوجة أن تساعد زوجها فطلبت منه شراء جهاز كمبيوتر للمنزل لتتدرب على برنامج الكتابة ليمكنها من العمل كسكرتيرة في إحدى الشركات ثم اقترحت على زوجها إدخال الإنترنت لتوفر عليه ثمن المكالمات الهاتفية وتكاليفها الباهضة بينها وبين أسرتها الموجودة خارج البلاد فوافق الزوج ونظرا لانشغال الزوج الدائم وجدت الزوجة في الإنترنت وسيلة للتسلية فكل يوم تتعرف على شخصية جديدة من بلد مختلفة وتوضتت علاقاتها بشخص تقول أنها أحبته كثيرا لدرجة أنها أصبحت دائمة الانتظار لخروج زوجها لتتمكن من مكالمته على الإنترنت عن طريق الفيسبوك واستمر الحال لمدة طويلة وفي أحد الأيام وأثناء إحدى المكالمات دخل زوجها للبيت في وقت مبكر عن الموعد المعتاد لحضوره فارتبكت الزوجة وقرأ الزوج الرسائل على برنامج الدردشة ففوجئ بعبارات غير أخلاقية كتبها ذلك الشاب المجهول لزوجته وأنه يحرضها لترك زوجها زعما منه بأنه يرغب في الزواج منها ليكمل حياته معها لأنه لا يستطيع العيش بدونها كما قرأ أيضا ردودا متجاوبة من زوجته وسعادة بهذا الحديث وهذا التواصل في هذا الوقت لم تجد الزوجة أمامها إلا الاعتراف لزوجها بأنها ترفض الحياة معه لأنها على علاقة حب بهذا الشاب فما كان من الزوج إلا أنه طلق زوجته ورفض أن يعيش الإبن معها وعندما علم الشاب الذي كان يحدث الزوجة عبر الفيسبوك بطلاق الزوجة من زوجها اختفى تماما وتهدم البيت وضاعت حياة أسرة بأكملها بسبب الإنترنت والقصة الوهمية التي عاشتها الزوجة المخدوعة وقد عادت الزوجة وطلبت من زوجها أن يسامحها فلم يوافق الزوج على إعادتها لأصمته لأنه لم يعد يثق فيها نهائيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون في يوم من أيام رمضان جلست أسرة فقيرة على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمامهم ينتظرون أذان المغرب وقد كان رب الأسرة لا يملك من أمر الدنيا شيئا وقد جلس شارد الفكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين صاحب البيت ذلك الطاغية الجبار الذي تهدده وتوعده إن لم يأتي له بإيجار المسكن المتأخر عليه اليوم ليطردنه من البيت فماذا يفعل هذا المسكين وهو لا يجد لقمة العيش ولا يستطيع أن ينتصر لنفسه أفاق الرجل من خيالاته على صوت مزعج خارج المنزل وهو صوت الظالم صاحب المنزل الذي تجرأ وفتح الباب بعنف من دون استئذان ثم دخل ووقف كالمارد أمام الأب المسكين الذي تحيط به أسرته البائسة ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يسبه ويشتمه ويركله بقدمه وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبعد ألم شديد ألحقه الطاغية بالمسكين خرج متكبرا بعد أن أخذ كل ما تملكه الأسرة من أثاث قديم وترك صاحب الأسرة الفقيرة كالميت انطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب وهو يقول الله أكبر في أول يوم من رمضان وعند وقت إجابة الدعاء فرفع المظلوم يديه إلى السماء ثم قال اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه ثم استغفر الله وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وما هي إلا ثلاثة أيام وإذ بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه فينقل إلى المشفى وبعد الأشعة والتحاليل قرر الأطباء أنه مصاب بمرض السرطان وأنه لا بد أن تبتر قدمه وإلا انتشر السرطان في رجله وبعد عشرة أيام خرج من المستشفى بقدم واحدة لا يستطيع المشي عليها وكانت المقطوعة هي القدم التي ركلت وضربت المظلوم فأخبرته زوجته أن ما حدث له كان بسبب دعوة الأب المسكين الذي اعتدى عليه وأهنه وسط أسرته ولم يرحم فقره أو حاجته وذكرته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وأوسطه بالذهاب إلى هذا الأب وطلب العفو منه وإرضائه وتعويضه عما أحدثه به من سب وضرب وإهانة واستيلاء على أثاثه البسيط الذي لا يملك غيره ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَضٍّ عَظِيمٍ اقتنع صاحب البيت بكلام زوجته وما كان منه إلا أن أحضر لأسرة المسكين أثاثا جديدا وتنازل له عن سكنه بلا مقابل ثم ذهب إليه وقبل يده وبكى أمامه ليغفر له ويسامح بكي نرأة